دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابية الآثمة الذي استهدف اليوم كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بجمهورية مصر العربية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين من الأبرياء مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ودعمها التامي في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات رادعة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتعرب وزارة الخارجية عن بلغ التعازي والمواساة إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مشددة على أن هذا العمل الإجرامي لن ينجح أبدا من النيل من وحدة المجتمع المصري وصلابته وأن الشعب المصري الشقيق الذي كان وسيظل نسيجا واحدا قادرا بتماسكه على دحر الإرهاب وتجدد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب ودعوتها إلى المجتمع الدولي لتوثيق التعاون وتعزيز الجهود الرامية إلى اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها ترجمة نانسي قنقر